بمشيئة الله وتوفيقه يتفضل حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته السامي الكريم اليوم العرض العسكرية الذي سيقام على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة أدم الجوية بمحافظة الداخلية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثالث والخمسين المجيد والذي ستشارك فيه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية والحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني بالإضافة إلى الموسيقى العسكرية المشتركة يحضر الاحتفال بمعية جلالته يبقاه الله أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون ورئيس مجلسي الدولة والشورى والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة والجهزة العسكرية والامنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى سلطانة عمان والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعاد أعضاء مجلس الشورى ووكلاء الوزارات والمحافظون وأصحاب السعاد السفراء بوزارة الخارجية وعدد من القادة العسكريين المتقاعدين وعدد من أصحاب الفضيلة القضاء وأعضاء الادعاء العام وعدد من أصحاب السعادة الولى وعدد من الشيوخ والعيان بمحافظة الداخلية كما يحضر الاحتفال الملحقون العسكريون بسفارات الدول الشقيقة والصديقة بسلطانة عمان وكبار الضباط العسكريين وكبار المسؤولين بالدولة وعدد من كبار الضباط المتقاعدين وعدد من الضباط وضباط الصف وأفراد قوات السلطان المسلحة والاجهزة العسكرية والأمنية الأخرى اشتركوا في القناة شكرا